ألقى وباء كورونا بذلاله ثقيل على الجامعة فأربك حسابات الطلبة والأساتذة على حد السواء بعد إغلاق المؤسسات الجامعية خصوصاً الذين أوشكوا على التخرج الإجراء الذي تم اتخاذه ويعتم إبلاغ رؤساء الندوة الجهة والجامعات بالاتصال مع مدرع المؤسسات الجامعية تمكين مناقشة الطلبة الذين أنهوا مشاريع التخرج من مناقشة مشاريعهم سواء في الليسونس أو في الماستر خلال شهرين جوان وسبتمبر بالنسبة لمناقشة أطرحات الدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي العملية متواصلة كلما اقتضى الأمر ذلك شريطة أن تتم هذه العمليات أي مناقشة هذه الأعمال باحترام تضابير الوقائية لسيما التباعد الاجتماعي قرارات مجلس الوزراء الأخير بتأجيل الدخول الجامعي المقبل إلى منتصف شهر نوفمبر واستكمال بقية المناهج بداية شهر سبتمبر وكد اعتماد منصة التعليم الإلكتروني حلول قد تخفف من وطأة تداعيات جائحة كورونا النسنة الجامعية متواصلة عبر نمط التعليم عن بعد كما تم اللجو إليه نتيجة لما فرضته علينا وباء فيروس كورونا أما بشأن الامتحانات فالامتحانات ستأتي بعد أن يتم المصادقة على البرنامج البيداغوجي للسوداسي الثاني ستنظم الامتحانات في دورتها العادية والاستدراكية ثم تلتئم لجان المدولة للإعنان على النتائج لأن الطلبة الذين تخرجوا في الليسوس يترقبون المشاركة للالتحاق بطور الماستر والمتخرجون على مستوى الماستر ينتظرون الالتحاق بطور الدكتورة طلبة المدرس العليا للالتحاق بطور الثاني هذه كلها تدابير سيتم الإعنان عنها في وقتها وبالتالي الدخول أو نهاية السنة الجامعية بالنسبة لطلبة السنة الثانية فما فوق سيكون إلى غاية نهاية شهر أكتابر وبالنسبة لحامل جادة الباكالوريا دورت سبتمبر 2020 سيكون ابتداء من منتصف نوفمبر 2020 التحلي بالمرونة نقطة تبقى على عاتق كل الفاعلين في قطاع التعليم العلي لإدارة الأزمة والارتقاء بالمنظومة الجامعية